هل يمكن تصديق أن الجماعات المسلحة المحسوبة على إيران التي قامت بمحاولة الاغتيال الفاشلة ضد رئيس الوزراء العراقي سيد مصطفى الكاظمي أقدمت على ذلك دون إذن من إيران كما يتردد من بعض المسؤولين الأمريكيين خصوصا وأن بعض المسؤولين الأمريكيين يقولون ركز معي دكتور أن علاقة إيران بجماعات المسلحة التابعة لها بالمنطقة غامضة هل هي فعلا علاقة غامضة؟ هي الأمريكيين يرددون هذا الغموض لأنهم مسؤولون عنه لأنهم هم الذين غضوا الطرف عن عمل التنظيمات عندما كانت موجودة ووفقوا أن تتعمل أن تتحرك عندما كانوا يفردون الهيمنة على العراق تحت دعوة أنهم يحاربون داعش واليوم لا يردين أن تحملوا المسؤولية التقرير الذي صادر من البنتجو الذي يقول أن إيران لا تحملها يقصد بالتحديد أن الطائرات المسيرة التي حاولت اغتيال السيد الكازمي لم تخرج من طهران لكن هو السؤال من يمتلك طائرات مسيرة في العراق خارج سلطة الجيش هم التنظيمات المرتبطة بإيران بوضوح لكن الحديث هو هل يمكن أن تتحرك تنظيم من هذا بإجراء على هذا النمط دون موافقة؟ دعني أشير إلى واقعة السيد الكازمي زار إيران قبل محاولة اغتياله أو قبل إجراء الانتخابات الزيارة الثانية في الزيارة الأولى استقبلوا خامنئي وعطوه اهتماما كبيرا عندما جاء يتحدث وبدأ الوجه العربي يدعم الوجه العربي والتقارب مع مصر والسعودية والأردن وزار المرة الثانية لم يستقبله السيد خامنئي هناك وهو كانت إشارة واضحة أنه غير راضي عنه وهذه الإشارة وصلت إلى التنظيمات وكانت هناك محاولة بالفعل لاغتياله لكنها فشلت